يعيش الشارع التونسي على وقع أزمة غلاء غير مسبوقة لبعض السلع والمواد الغذائية هذه الأزمة تضع المواطن البسيط في موقف لا يحصد عليه لتأمين حاجياته الحياتية ويرى متابعون أن القدرة الشرائية للتونسيين تراجعت بشكل كبير في الفترة الأخيرة أكيد هي انعكاساتها المباشرة على المواطن إلى جانب ارتفاع الأداءات في تونس إلى جانب ارتفاع أسعار المواد التي تشرف على تسعيرها الدولة هناك ارتفاع كبير يسرف في باقي المواد وبالتالي هذا ينعكس على قدرة المواطن الشرائية يتسبب في غلاء المعيشة ويتسبب في ارتفاع أسعار العديد من الخدمات والمواد الأخرى وتشهد الأسواق والمحال التجارية شحل لعدد من المواد الغذائية كالسكر والحليب والقهوة وغيرها زادت من هموم المواطنين مطالبين الحكومة بحل الأزمة فما نقص في السكر وفما نقص في الحليب وفما نقص في القهوة ونقص زيته في الزيت لا موجودين طويقة الحليب لا موجود والقهوة مش موجودة خلاص الله يا أخوي نطلب من الحكومة كانت تعمل أكبر مزية ولن نعمل مزية كانت تعمل مزية رحموا ديك السكر والزيت والحليب هذومة اللي بهم الفائدة كما البلاد ما فيهاش هذومة ما هياش بلاد كانت تعمل مزية عاونونا فيه وتواعد الرئيس التونسي قيس سعيد في مناسبات عدة بملاحقة المحتكرين من جهتها أكدت الجهات الرسمية على العمل لحل الأزمة قريبا ما بين غلاء الأسعار وفقدان بعض السلع والمواد الغذائية والمتطلبات الحياتية ينتظر المواطن التونسي حلولا لهذه الأزمات ياسر دبابش الغد تونس